ورصى هؤلاء بالدعاء دعاء مؤثر قال هاي بنتي متأثرة خايفة من العملية ادها اموال كثيرة بنتي التفتت الى خدامتني بيبي قالت للخدامة انا اذا اكو طبيب يعافيني حاضرة جميع اموالي ادفع للطبيب هاي بيبي قالت انا اعرف دكتورة طبيبة على نياتها قالت انا علوية جدتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها جدتي ايضا كانت شابة وضلعها مكسور هاي عزيزة عند الله قالت زين هاي جدتي تشوين اذا اتعافيني انطيها كل اموالي قالت لا هاي جدتي متريد من عندي تشموال ولكن هالليلة للصبح بس تقولين هاي العبارة هي المانية بس علمتها يا مولاتي يا فاطمة اغيثيني هاي الابنية المسيحية قعدت في غرفة وحدها بظلع مكسور وتنادي يا مولاتي يا فاطمة هذا الرجل الالماني يقول بيبي ام راحت بغرفتها الخاصة قامت تبتشي تقول سيدتي يا زهراج متلج وحدة مريضة مسيحية هاي مو مسلمة سيدتي واني بنتي لا تفشليني قدامها سيدتي اريدش تشوفين نظرة نظرة رحيمة على غاية البنت ولق المقام العظيم عند الله واذا بمنتصف الليل سمعت بنتي صاحت ركضنا الاخ ها بابا شبيت قالت الان جاءتني امرأة لامس ملامس عربي مسحت على ظلع ظلع طاب سألتها منو انت قالت انا اللي تنادين قلت لها انا ونادي فاطمة بنت رسول الله هقالت انا فاطمة سألت الله ان يمن عليك بالشفاء الان انا صرت مسلم زوجتي مسلمة بنت بدلت اسمها الى فاطمة جئنا لزيارة الامام الرضا اللي تصير مسلمة في خدمتكم مولاي سيدتي يا زهراء خالناس خال مؤمنين خال مؤمنات هذه الليلة جعلوك شفيعة عند الله يا بنت رسول الله يا وجيغتان عند الله اشفاري